تفعيلات بحر الطويل بكيت على سرب القطى إذ مررنبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير هذه أبيات من بحر الطويل الذي سندرسه اليوم ونتعرف على تفعيلاته يعد بحر الطويل من بحور الشعر المركبة الذي يرتكز في بنائه على تكرار تفعيلتي فعول مفاعل أربع مرات أولا سنتناول تفعيلات بحر الطويل السالمة فهو يتألف من ثمان تفعيلات سأوضحها في المثال التالي أتينا بني سعد وجدنا بها نارا ورحنا نزف الشوق ماء وأنهارا وعند كتابة البيت عروضيا أتينا بني سعد وجدنا بها نارا أتينا بني سعد وجدنا بها نارا شرطة شرطة سكون شرطة سكون شرط شرط سكون فعول مفاعيل ورحنا نزف الشو قماءً وأنهارا فعول مفاعل نلاحظ هنا أن هذه التفعيلات جاءت كلهن سالمات فلم يدخل عليهن لا زحاف ولا علة أما تفعيلات البحر الطويل غير السالمة فهي أولا دخول زحاف القبض ويعني سقوط الخامس الساكن من التفعيلة والخامس الساكن فيها هو النون فتصبح فعول ومثال على ذلك أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر والآن التقطية الرموز والتفعيلات على النحو الآتي أراك عصي الدمع شيمتك الصبر شرط شرط سكون شرط 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 سكون شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط 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 سكون شرط سكون شرط سكون فعول مفاعل فعول مفاعل أما للهوى نهي عليك ولا أمر شرط شرط سكون شرط سكون فعول مفاعل فعول مفاعل نلاحظ أن التفعيلات باللون الأحمر قد دخل عليهم القبض أي سقط الخامس الساكن من التفعيل فتحولت من فعول إلى فعول وعندما يدخل على تفعيلة مفاعل زحاف القبض أي بسقوط الخامس الساكن فيها وهو الياء تصبح التفعيلة مفاعل ومثال على ذلك البيت الشعري الآتي وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا أما التقطيع الرموز والتفعيلات كالآتي وما الدهر إلا من رواة قصائدي وما الدهر إلا من رواة قصائدي شرط شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط شرط سكون فعول مفاعل فعول مفاعل إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا إذا قلت شعرا أصبح دهر منشدا شرط شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط شرط سكون فعول مفاعل فعول مفاعل لاحظوا معي أن التفعيلات باللون الأحمر قد دخل عليها القبض أي سقط الخامس الساكن من التفعيلة فتحولت من مفاعل إلى مفاعل أما عندما يدخل على تفعيلة مفاعل علة الحذف في العروض والضرب وتكون بحذف السبب الخفيف الأخير من التفعيلة فتتحول من مفاعل إلى مفاعل أو فعول ومثال على ذلك أجارتنا إن الخطوبة تنوب وإني مقيم ما أقام عسيب أجارتنا إن الخطوبة تنوب أجارتنا إن الخطوبة تنوب شرطة شرطة سكون شرطة شرطة سكون شرطة سكون شرطة 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 سكون وإني مقيم ما أقام عسيب وإني مقيم ما أقام عسيب شرط شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون شرط 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 سكون شرط سكون فعول مفاعل فعول فعول سليمة سليمة مقبوضة مهدوفة نلاحظ هنا أن التفعيلات باللون الأحمر قد دخل عليها زحاف القبض ويكون بسقوط الخامس الساكن من التفعيلة فتحولت من فعول إلى فعوله ونلاحظ أيضا أن التفعيلات باللون الأزرق قد دخلت عليهما علة الحذف بإسقاط السبب الأخير من التفعيلة فتحولت من مفاعل إلى فعول هل تعتقدون أنه ما زال لدينا صور أخرى من التفعيلات غير السالمة لبحر الطويل؟ نعم نعم وأمامنا الآن آخر صورة للتفعيلة غير السالمة لبحر الطويل لنأخذ البيت الآتي مثالا وبكيت على سرب القطى إذ مررنبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أما التقطيع الرموز والتفعيلات والتفعيلات كالآتي وبكيت على سرب القطى إذ مررنبي بكيت على سرب القطى إذ مررنبي شرط شرط سكون شرط سكون فعول مفاعل فعول مفاعل مقبوضة سليمة سليمة مقبوضة فقلت ومثلي بالبكاء جدير شرط شرط سكون شرط سكون شرط شرط سكون فعول مفاعل فعول مفاعي مقبوضة سليمة مقبوضة محذوف ونلاحظ هنا كذلك أن التفعيلات باللون الأحمر قد دخلها زحاف والتفعيل باللون الأزرق هي تمثل ضرب البيت دخلت عليه علة العذف بإسقاط السبب الخفيف الأخير منها بهذا نكون قد تعرفنا على تفعيلات بحر الطويل السالمة وغير السالمة ألقاكم المرات القادمة التلخيص البحر الطويل من بحور الشعر المركبة تكرار فعول مفاعل أربع مرات إن تفعيلات بحر الطويل هي التفعيلة الأولى فعلون خماسية شرطة شرطة سكون شرطة سكون مفاعل سباعية شرطة شرطة سكون شرطة سكون شرطة سكون لحظنا تغير شكل تفعيلة فعول إلى فعول زحاف القبض بحذف الخامس الساكن منها لحظنا كذلك تغيير تفعيلة مفاعل إلى مفاعل زحاف القبض بحذف الخامس الساكن منها لحظنا تغير تفعيلة مفاعل إلى مفاعل علة الحذف بحذف السبب الخفيف الأخير منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر